بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدين الكرام أهلا بكم في هذا اللغاء الجديد من على مزئولية لغاية جدد اليوم وعدد من الموضوعات والقضايا مرحبا بكم حراك السبت 19 ديسمبر وما صاحب ذلك من أحداث وما تلا ذلك من تطورات ومن أشياء يمكن شغلت الساحة بشكل كبير لم تكن المسيرات التي تمت الدعوة لها في 19 ديسمبر في الزكرة الثانية لانطلاق الحراكة الشعبي الذي عم السودان والذي بموجبه صغطت حكومة الإنقاذ وما ترتب على ذلك من مجلس عسكري ومن حكومة انتقالية من اتفاق بين بعض الأحزاب السياسية والمجلس العسكري الانتقالي كل تلك الفترة كان بها كثير من التطورات ولكن كانت 19 ديسمبر يعني يوما مختلفا حراك مختلف تفاعل مختلف شكلي جديد من أشكال المطالب والتظاهرات والخروج مختلف عن السابق يمكن شهدنا في الفترات السابقة كثير من الحراك أخيرا أكبر حراك كان في 30 يونيو اللي هو في ذكرى في ذكرى المسيرة الكبيرة التي يعني عقبت فضة الاحتصام وشهدنا كثير من الخروج لمجموعات سياسية مختلفة كل تلك المسيرات كانت بتعبر عن قضية واحدة وعن موغف واحد الموغف الذي تمت الدعوة لهم لكن في 19 ديسمبر الوضع يعني أصبح مختلف شوية بعد سنتين يمكن كثير من التطورات الحادثة في الساحة السياسية خلت المسألة الذين مختلفة لا يستطيع أحد أن يزبط أن 19 ديسمبر تابع لجهة محددة أو تحرك جهات محددة أو لأهداف بشكل محدد وإنما كانت في غالبة ذات طابع عفوي طابع مطلبي نسبة لتطورات الحادثة في السودان خلال الفترة السابقة يمكن من أكبر الحاجات الخلت الناس يعني تنتبه لهذا اليوم وأنا بعتقد أنه اليوم ده بيكون عنده ما بعده يعني ما أعتقد أنه اليوم ده سيمضي هكذا يعني كالأيام التي سبقت يعني يمكن لأنه حرك كان كبير جدا جدا ما بنقدر ننسب هذا اليوم لجهة أو لكيان ولكن ممكن نتفق أنه قالب هذا اليوم بشكل كبير كان ضد المجموعة الحاتمة ضد غاحت ضد الحزبة الشيوعية بالتحديد يعني فيمكن ده أكتر الحاجات بتخلي الناس يعني يجعر أنه فعلا في تحول جديد في الساحة وفي تحول جديد بدأ يعني يصهر في الشارع العام يمكن برضو في وعي يعني في وعي كبير من الجماهير ده حنتابق إلى الحلقة لأنه احنا خصصنا هذه الحلقة يعني لنتصفح صفحة 19 ديسمبر ولنقرأ ما بعدها يمكن أغلب المطالب كان بتمشي فيه تياهنه على الناس بتطالب بمطالب بتخص الشعب السوداني ما بتخص جهة ولا أحزاب وتوجهت بالشكل مباشر ضد الحزبة الشيوعية برضو في حاجة مهمة وحاجة مفصلية أنه عودة الاحتصامات بشكل جديد يعني الدعوة لاحتصام وبدأ تنفيذه أمام الغصر الجمهوري وأمام البرلمان المجلسي التشريعي حاليا كل هذه بتخلي أنه يعني تشوف أنه في تغيير في تغيير جديد يعني في دعوة لاحتصام دعوة ليصغاط حكومة قائمة حكومة جاءت يمكن بعد سنتين من التغيير حكومة يتمثل التغيير بشقيه العسكري والمدني حكومة مضاف لها الجفهة السورية باعتبار أنه الغادمون الجدد للساحة السياسية يعني بكل هذا التعقيد تبتجي تلقى أنه في دعوات كبيرة جدا للاحتصام ولو ما تم فضل الاحتصام لو ربما كانوا استمروا بشكل أكبر وتطور الأمر يعني في حالة مشافة لاحتصام القيادة العامة الجرى في 6 أبريل 2018 6 أبريل 2018 عفوا يعني الفكرة دي كلها بتخلي أنه يعني الناس ترصد وتتابع بشكل مختلف الواقع السياسي الجديد وده من خلال التجربة السابقة يعني التجربة المضط خلال سنتين أو سنة ونصف من تشكيل الحكومة الفشل الإخفاغات الإخفاغات الكبيرة جدا كلها دي ترتب عليها الدعوات دي وترتب عليها الواقع السياسي الجديد وده شوفناه حقيقة في يوم السبت اللي هو كان يوم مفصلي يوم تاريخي ويوم مختلف أنا أفتكر أنه الأيام الجاية هتكون هتعقب يعني كثير من التطورات يعني تباعا ليوم السبت 19 ديسمبر يمكن من ما قبل 19 ديسمبر والحراكة في عزة الترتيب والتجهيز له ما كان في كل الجهات حقيقتنا بتدعو لهذا اليوم لهذا الخروج لكن اللافت أنه دعوة الشباب بعينهم يعني لخروج عن الإطار التغليدي لثورة وحراك بيغودوه الشباب بيجوا تجي الحزاب السياسية إن كانت وتركب في هذا الحراك وتغود الدفة إمكن الشيء المستغرب أنه في صحوة يعني في صحوة مختلفة وفي دعوات لإبعاد الحزاب السياسية لإبعاد الحزب الشيوعي لإبعاد الكيانات التنظيمية لأنه لحراك شعبي محدد المطالب دبدا قبل الحراك بيومين في تعبية كانت في وكالة السوداء للأمباسونة من شباب يعني الشباب اللي جاء الأحياء وغيرها اللي هم بيدعو لأنه كيف يعني يكون الحراك في 19 ديسمبر فنحن نشاهد أول فيديو عن الدعوات للخروج وعن كيف كان الشباب يتحدثوا ورؤيتهم كيف 19 ديسمبر نشاهد ثم نعود تروس السفار تريد عندك 19 ديسمبر هي بداية لإعلام سقوط كديدة هي بداية لشرار السورة جديدة 19 ديسمبر ليست احتفال وليست فعالية 19 ديسمبر هي بداية لإعلام سقوط كامل ومجلس العسكري والقاح جميعا من الحكومة التمجيزية ما فيه محمدوق 19 ديسمبر ما احتفالي عسف وليس فعالية 19 ديسمبر يصبوط للعفنة بتلب فوقنا من شرف الفناظر 19 ديسمبر ما زورة أحزاب ولا زورة الحجبة الشيوية ولا زورة الحجبة البعثي ولا الاتحاد ولا يجي أحزاب 19 ديسمبر ثورة شعب ثورة تروس في لودري لجان مغاومة مستغلة وليس حجبية ما في حجز التانية سيستطلح في الثورة دي دي تاني ستركب في قطرة الثورة حباب لا أستطيع أن تتكبلينا ولا لا أحد تبسيق الغيادة اي تياحيدي لا أحد تبسيق الغيادة 19 ديسمبر أبو خدار وهي بداية لإهلاق سقوط تسقوط لسمن تسقوط لما تسقوط بتنظر في حديثه وفي لهجته وفي عنفه إنه بيتكلم بتجربة تجربة التي يعني مهروها بدماؤهم وأخوانهم وأصدقاؤهم ورفقهم اللي هما يعني يستشهدوا في هذه الأحداث بالتالي هو بيتحدث من هذه الروح بيقول إنه دي ما ثورة حزاب لأنه خلاص ما تجربة ما هيت ديسمبر دي بعد الثورة دي قامت والنظام دي سقط في 11 أبريل من الذي يعني تصدر المشهد تصدر المشهد هما الحزاب السياسية جاءت الحزاب السياسية والحر والتغير مجموعة من الحزاب والكيانات السياسية قالت هي بيتمثل السورة هي التي أخرجت هذه السورة هي التي أخرجت الناس للشارع بالتالي من الذي أصغط النظام السابق وأصغط البشير وأعلن أصغاطه أعلن أصغاطه اللجنة الأمنية التي كونها البشير نفسه اللي هي القيادة العسكرية الجيش والمنظومات الأمنية الأخرى بموجب ذلك تشكلت شراكة بيبقى العسكر موجودين في السلطة بموجب الوسيقى الدستورية بموجب الأمر الواقع اللي هما استلموا السلطة بالتالي كان الوضع طبيعي ممكن يسلمه لانتخابات يعني مثلا نحن نفهم أنه المجلس العسكري أو الجيش يستلم السلطة لمدة عام مثلا تزعى أشهر بعدها يدعو الانتخابات اللي بيجيو والشعب هو بيستلم يعني دي الفترة الانتخابية الطبيعية اللي نحن نعرفها لكن لا الحصل إنه حصلت يعني مشاركة واختسام للسلطة يعني يمكن إلى أما أكثر من العهدى انتخابية العهدى الانتخابية أربع سنوات يعني هنازل يوقع وثيقة دستورية بتفاصيل بوقت الحكم من صغوط النظام يمكن على القلب يتكلم عن ستة سنوات يعني حتكون في شراكة بين العسكر والمدني لمدة ستة سنوات فهم حيحكموا بدون أي طفويل انتخابي دا كان دا الواقع العملية التمن الآن بنكلم عن سنتين ولسه ما شيرين ونحن نوقع اتفاقية السلام بنعمل مصالحات جديدة بنكون مجلس شركة بنغير من حقنا لسه المجلس التشريعي ما تكون ممكن يتكون المجلس التشريعي المجلس التشريعي ممكن يمد الفترة الانتخابية يعني الانتخابات حنرجع الكلمة للشعب لا في شراكة سياسية فهذا الشعب ونموزه هو لشباب كثيرين لكثير من الشباب لأغلب الشباب لكل الشباب اللي هم وعوا بينه الأحزاب الصغيرة دي والأحزاب الضعيفة والأحزاب البسيط اللي بيتقدمه الشيوعي والبحسي والناصري وغيره هم الآن تمكنوا من المشهد تصدروا المشهد السياسي على ابنهم على اكتافهم هم اللي صغطوا النظام هم تطلعوا في الشوارع هم الماتوا هم تضحوا جد جماعة دي شاركوا العسكر وبيقوا قاعدين وياريت لو انه هم كانوا على اللقاء النجح في يوفروا في الأشياء الحياتية يعني المعاشية حياة الناس تسيير حياة الناس لا هم حتى في دي أخفوا بالتالي حدثت الصحوة الطبيعية لانه يكون فيه صحوة طبيعية لشي تتمده وهو لغة واضحة انه ياخدي الثورة بتاعت فلوتر يمكن نقول انه دقلها شاب متحمس نعم يعني هو في النهاية يعني في نهاية تحكم الحزاب السياسية لكن تحكم الحزاب السياسية الحزاب السياسية هي مواعين مواعين للمجتمع للشعب بيتغسن فيه لأطياف يسار يمين وسط الحزاب برامجية غيره هم بيكونوا في الماعون لكن لا جاءت أحزاب يسموها الحزاب العجوز في السودان وبتوصف بأنها هي أحزاب فغيرة ما عندها عضوية ما عندها امتدادات ما عندها جماهير وتمكنت منها المشهد إذن تمكنت كيف؟ تمكنت بفق اتفاق سياسي لأنه في صندوق ما حتتمكن ما حتتجيه ما حتكون موجودة الأحزاب بيقول لو رجعنا لتاريخها إلا حزب الأمة صاحبة الأغلبية يعني في آخر انتخابات محترف بها الحزب الأمة كان عندها أغلبية لكن الأحزاب بحثين ما عندهم حاجة يعني في آخر انتخابات الرمان اللي هو صحب بصدق من قربة الانقاط حزب الأمة كان صاحبة الأغلبية حزب الشيوعي ما عنده ما عنده دائرة ولا دائرتين ما عنده حاجة يعني أظنه دائرة حزبه بيحس شيوعي نازل ما عندهم تاريخ هم تصدروا المشهد يبقى فيه حاجة فعلا ما طبيعية وما قدروا إنه يديروا حياة الناس يعني هم ما جاتهم حاجة مجانة عشان كده لو دارت جن من النازل قل لهم انتخابات الحزب الشيوعي لا بيعجب العجب للصيام في الرجب يعني الوضع الغالي ما بيعجبه حتى لو هو حكم لأنه التركيبة بتاعته العقلية بتاعته المنهج بتاع الحزب الشيوعي هو منهج مخالف للوضع الطبيعي يعني الحزب الشيوعي مستحيل يجي يقعد في السلطة الليلة لو جسل لهم الحزب الشيوعي كل السودان قال لي تعال يا حزب الشيوعي تعال يا حمد مختار الخطيب تعال يا صديق يوسف تعال يا غيره تعال يا غيره تعالوا كلهم دا السودان استلموا كامل بيجيشوا بيشرطة بيأمنوا بمؤسساتوا بيأمواردوا بكل حاجة ووفروا لنا حياة الشيوعين وحنبعد حنبعد كل الغوة السياسية من الساحة الشيوعين حياملوا حاجة واحدة حينقسموا على بعضهم حيعرضوا بعضهم لأنه أنازل تركيبتهم بتاعت الإختلاف والخلاف والمعارضة ما بيلقون نفسهم نهاية في السلطة هم بحبوا يتمكنوا في السلطة يتمكنوا في المؤسسات لكن ما بتحملوا المزئولية مزئولية معاشا الناس حياة الناس دائما بيللقوا عندهم أفكار هلامية كده يعني الاشتراكية والماركسية وغيره يعني دائما ما عنده علاقة بحياة الناس ما عنده علاقة بالرغيف وبالجاز الرسمالية الطفلية يعني تنظير لكن على أرض الواقع ما عندهم مشروع عشان كده حتى لما هم جوا تمكنوا جابوا كوادرهم ودخلوها في الأحزاب وسط القوى السياسية والمجموعات والحاكمين باسما إنهم كفاءات وكوادر بتلقين برضو عجزوا عجزوا عن إنوا يستمروا في الوضع ده لأنه بدوا يصارع نفسهم بدوا يصارع شركاءهم هكذا هو الحزب الشيوعي يعني ما عنده مشروع حتى مشروع ده بيه حاجاته دي لو قلنا يتعالي ينفزوا في إطار مشروع بتاع حكم هما ما هيقدروا هيعجزوا فهم ده كده ده الحزب الشيوعي فده الشباب الآن انطفط على الحاجة دي وده واضح من كلام الشاب ده اللي هو بيتكلم وشاب صغير يعني مؤكد هو عنده صولات ويولات وغيره من الشباب في عمره اللي هم خرجوا بيدافع بتعينهم دارين واقع أفضل دارين مستقبل أفضل دارين حياة أفضل ده من حقهم من حقهم يخرجوا على الإنقاذ من حقهم يسقطوها لأنهم دارين واقع أفضل دارين حياة أفضل في بلدهم ده حقهم لما نيت تتجي ترجع بهم مئة سنة ضوئية من اللنغاز اللي هم سقطوا عليك أكيد حيطلوا عليك يعني حيطلوا عليك وحينقلبوا عليك والتعبئة لك انت كان زمان انت عاملة ضد الإسلاميين وضد اللنغاز هتحصل عليك فهو بيتكلم بيقول احنا اللجام مقاومة حنحكم اللجام مقاومة حتسقط وحنستمر فيها وما هيجزول يركب فيها دي اللغة بتاعته كده يعني دي اللغة بتاعت شاب بعبر الكلام ده بتين الكلام ده قبل تسعتاشر ديسمبر يعني في ستتاشر ديسمبر والتعبئة ماشا ده الفيديو كان بعبر عن الحالة دي الحالة دي دي البداية بعدها في كثير من وقاع بتوركين المشهد ماشي ليوين والمشهد بدأ يتطور كيف دي حنتابعه لكن فاصل ونعود من تطورات المشهد ونحنا ماشي نغوص في ما حدث في تسعتاشر ديسمبر ونحنا بدينا من الفكرة بتاعت الدعوات وما قبل الدعوات وأثناء يمكن التطور اللافت جدا تثريب يعني تم بسه في عدد من المنصات للقيادية بالحزب الشيوعي نعمات مالك ونعمات يعني بتتحدث من أرض الميدان يعني هي خارجة ضمن الناس التي خرجوا يعني في تسعتاشر ديسمبر وبتسجل تسجيل صوتي لقروب للحزب الشيوعي يعني بتدهم الوضع في الميدان وبتقول راية بتحكي المشاهد اللي هي وسطة وبتقول رؤيتها هي في أنه ما مفروض يحصل في الفترة الجاية يعني وأثناء اليوم دل التسجيل ده تسرب للنعمات وهي يعني بتدي في تغرير لمجموعة من قادرة الحزب الشيوعي في قروب خاص نستمع لتسجيل نعمات مالك ثم نعود نعلق عليهم إخواننا زي يكون والله أنا يا داب راجعين من المؤكب حاجة جميلة ومهيبة وانضباط تمام الشباب والله العظيم ما شاء الله عليهم حاجة جميلة كميات كبيرة وكميات مهولة الناس ديلة ما شو وصلوا لغاية الغصر وسلك الشايكة اللي كانوا مدبسينه بفريم بتاع حديد وملزقينه برضو لحمينه على الخرصانيات الكبيرة اللي بقفلوا بقى الشوارع دي لحمينه معا الشباب ديل فرتقوا حتة حتة وعملوا متاريس قفلوا بالشوارع اللساتك مد البصر لغاية إحنا 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 وصلنا لغاية قريب فتنا الصحافة بغاية دي برضو الشوارع مد البصر مترسة وعملين يهون حرائق اللساتك دي شعارات واضحة ومحددة ومعينة كانت فور سامتاين كده فحسينا بإنه في ناس زي مكتوب زي كانان إحنا حركة عبدالواحد يتضح إنه دي الناس من ناوي شاعرين كلام فاضي المهين في الآخر قفلناه وحصرناهم وادناهم بجنب كده حتى يستفزوا ولكن هون شباب شفح صغار كده زي البعجرون كان ناس ناس اللي نغازوا كده يعني حتى المرى يبدو إنه هدي المنظمة القصة يعني زي الشكلة معان قطلون تاني ما بيجيب كنو تاني قانجيتوني فوق البيض المهم شفح صغار مش هيلينه ونعلام ناس من ناوي وشعارات شو تتا بتأييد للسلام دي المهم فما أخدوا لهم مدة بسيطة والناس يعني بدون مشاكل بدون كده الناس قدروا يتحكم فيهن وفاته لكن يعني ما في الكلام الفرغ اللي بيقولوا فوقه إنه ديه فيه كيزان ده كلام ما صح ولا فيه كيزان ولا الكيزان يجر إيجو عليه حال فيه فيه تقديري شخصي إنه النوضوع ده حيستمر باقي لغاية في اللير والقصة حيستمر طبعا على حسب النداءات ويعني الحاجة الملفتة إنه لا سجيش هنا الواقفين قدام الواقفين زي حاجز ما بين السوار وما بين ناس الشرطة الشرطة وسخ وسخ جديد كعبين فديل عاملين زي حماية يعني بين السوار وما بين الشرطة قال شو قال شبات لا سجيش الواقفين هم فعلهم ديه صغار في السين يعني مثلا ترفع عليهم يدك على متنصر في ناس فيهم بيجاو معاك لطيفين جدا ما عندون أي نظرات ولا حاجات عدائية دي ملاحظاتي يعني وقدام ده تسجيل الغيادية بالحزب الشيوعي نعمات مالك لقادة الحزب الشيوعي اللي هم كانوا متابعين أونلاين في أحد الغروبات وكل زول في جهة بيد التغارير وبيتناقشوا فيها يمكن اللافت إنه يعني أبرز الحداثة التي حدثت في 19 ديسمبر هو حرق العلم الحزب الشيوعي ونعمات في كلامه وتثريب الصوتي يعني برضو بتتكلم عن الموضوع ده وجهت فيه اتهام بشكل مباشر لحركة منوارك ومنناوي حركة تحرية السولان يعني في حديثة إنه الناس الحرق والشباب الحرقوا على الحزب الشيوعي تابعين لحركة منناوي إنه هم ناس مستعجرين وإنها شافت دبيعينها يعني عيانا بيانا إنه كانت موجودة في الموقع بتاع الحرق العلم الشيوعي ونحن سيحن نعرض بعد شوية لكن هي بتتكلم في إنه كانت موجودة وإنه هي شافت المجموعة العملة العملية دي والحركة العلم ويتهمت بشكل مباشر حركة مننار كومنناوي يمكن لأنه في خلاف كبير بين مننار كومنناوي والحزب الشيوعي والاتهامات البدت تتبادل بالرغم إنه الإسبوع الماضي مناوي زار دار الحزب الشيوعي وقابل محمد مفتار الخطيف في دار الحزب الشيوعي لكن يبدو إن الخلاف أعمق من ذلك الحزب الشيوعي عنده موقف من اتفاق جوبا موقف صعب جدا وموقف متعني جدا من اتفاق جوبا بالتالي هم ما بيتقبل يعني أي عملية تنشف الاتجاهد حتى لو زارهم مناوي لو زارهم نسجبها السورية وغيره لأنه محمد مختار خطيب ذاته بعد مقابلات مناوي يتكلم في تصريح إنه قال الجبهة السورية ارتمت ارتمت في أحضان العسكر بالتالي هو هذا طلاق بائن بين الحزب الشيوعي والمنموعات الحركات المسلحة ما عدا عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور اللي هم لسه ما جووا وهم ما جوز من اتفاق جوبا لأنهما أصلا شيوعية يعني عبد الواحد وعبد العزيز الحلو نعمات مالك وجهت الاتهامات يمنة ويسرة ضد مناوي الكيزان كما سمتهم في تسجيله قالت إنه هما ما موجودين في الساحة وإنهما ما حرقوا العلم وإنهما ذاته ما طلعت يعني ما طلعوا براتهم تمام إنهوا أصلا ما طلعوا في اليوم ده وما بيقدروا طلعوا إذا ما طلعوا الإسلاميين إذا خلاص اتطلعوا ليه كلهم ضدكم طالما أنت قلت ما طلعوا الإسلاميين يبقى أن اتطلعوا ليه كلهم ضدكم ويتم فروض تحترفي بالحاجة دي التسجيل المسرب برضو هي وجهت إساءات للشرطة يعني قالتها كده اللفظة إنه الشرطة عفن وعفن شديد يعني في تعاملها مع المتظاهرين لكن أسنت على الجيش قالت إنه الجيش كان فيدعم البلط فيه مع الناس وكان يعني كده بيفتح لهم الطريق بيحميهم من الشرطة يعني وجهت إساءات للشرطة وأسنت على الجيش برضو كويس منها كون أسنت على الجيش لأنه الحزب الشيوع عصلاً هو عنده موقف من الجيش برضو في تسجيل هذا يعني وجهت وجهت هجوم على اتفاق جوبا يعني قالت كده إنه اتفاق جوبا يعني كده هاجمته فده الموقف الواضح للحزب الشيوع من اتفاق جوبا وده يمكن السبب الأخرج الحزب الشيوعي من الحزب الشيوعي ولو شكلاً من اتفاقية من الحكومة بسبب اتفاقية السلام في جوبا يعني ده الموقف السابت من الحزب الشيوعي يعني افتجاه القطيري فاصل غصير ونواصل المشهد اللافت ولافت جداً هو مشهد حرق علامة الحزب الشيوعي يعني في المظاهرات انه من اكثر المشاهد اللفتت الانظار انه حرق العلم علامة الحزب الشيوعي من شباب مجموعة من الشباب متفقين يعني على هذا الفعل يعني سوى الناس لا استنكرته او يعني قبلته لكن هو الذي حدث يعني مجموعة من الشباب هم احرقوا علامة الحزب الشيوعي بيحمل الحزب الشيوعي مزئولية ما حدث مزئولية الذي يتم في الحكومة وفي السودان بالاحتبار ممارسة السياسية نشاهد في هذا المقطع حرق العلم الحزب الشيوعي مجموعة من الشباب وهم ملتفين حول حرق العلم دي مظاهر الغضب هكذا يعني تبدت مظاهر الغضب وبدأت للناس يعني ده تعبير تعبير عن قضب يعني يمكن المشهد ده نحن شوفناه في ديسمبر 2018 لما بدأت في الولايات وبدأت بأعطبرة تم حرق دار المطمر الوطني في هذا الحراك في هذا الحراك الذي استمر لأشهر حتى صغوة المظام تم حرق كثير من دار المطمر الوطني تعدوا على كثير من حتى من بيوت القيادات يعني ده مظهر من مظاهر القضب الذي يحدث بشكل تلغائي نتيجة لغضب الناس يعني أنت فينانا بتقدر تسيطر على الناس فدل حصل في حريق أو حرق على من الحزب الشيوعي يمكن ردة الفعل التي كانت من حزب الشيوعي كانت شوية قاضبة وكانت يعني في انفعالية بدرجة كبيرة الحزب الشيوعي أصدر بيان وقال إنه حيحاكم وحيقاضي المجموعة لحرقة العلم وبدأ يوزع في الاتهامات للمجموعات السياسية وكلا فالبيان الصادر الليلة في صحيفة السوداني إنه الحزب الشيوعي سيلجأ للقضاء في مواجهة من أحرق عالمه في يوم 19 ديسمبر نحن شوفنا القدر شنو الفزع وقدر شنو الغضب يعني الانتاب الحزب الشيوعي وكوادر الحزب الشيوعي في إنه يحرق علمه في يوم بتعتقدين هي دعة ليو وما كانت تظن وما كانت يظنون أن هذا اليوم هو عليهم وليس لهم نتيجة الرفعال كانت كبيرة جدا في الشارع يعني فداء ساقة الناس في إنه يكون في دعوات للقضاء والتقاضي وحتى شوفنا يعني غياداتهم الإعلامية والصحفية وفي الوسائط وكده وهم بعبروا عن سخطهم وأسفهم للشي حصل وبيوزع الاتهامات ودي حالة من حالة الإنكار يعني يمكن أن نظام السابع مطورة في أيام الأخيرة هو كان بينكر ويتنكر الذي يدور في الشارع في حالة السكرة وحالة السلطة وحالة المكابرة ورفض الحقائق كان بيدعي أن الكلام الحاصل كل ما حقيقي وإنه وراء جهات وكده نفس السيناريو الآن بيكرر للحزب الشيوعي وبقول أنه في جهات مترصدة وفي جهات بتستهدف وكده طيب لو في جهات بتستهدف الحزب الشيوعي ما هو كان الممكن الشارع يحميه يعني ما نحنشوفنا ولسا حنشوف في مقاطع قدر شون الناس كان بيرفضوا أي زول يتكلم باسم الحزب الشيوع وكان بيطارد وبيضرب وبيطرد إذا أنت أصلا في ناس مستهدفينك جمع مجموعة من الناس مئات الناس وحرقوا علمك وسط فرح وسرور وكده ليه الناس مصددت للفعل هذا ليه موقفته ما تبعنا هذا حاجة واحدة إنه الناس فعلا هي عملت الحاجة تلقائيا فبالتالي ما بينفع الفكرة بتاعتين أنك عايز ترفض المسألة عايز تلجأ للغضاء ده اسلوب يعني اسلوب محترم إنك تلجأ للغضاء في أي حاجة أنت حاسي أنك تضررت منها ما في مشكلة في الحتة لكن ما تنكر الحقائق اللي هي واضحة يعني إنه في غضب عليك وفي دعوات ضدك وفي يعني تعبية ضدك زي ما أنت كنت بتعبينها زمان وزي ما أنت كنت بتستقل المنصة بتعال المعارضة وبتهاجم من في السلطة الآن أنت بتهاجم لأن الشعب السوداني يعني ما مشى فيه قصة إنه كنت انسحبت ما مشى فيه قصة إنه كنت ما مشارك في السلطة لا الشعب السوداني عارف والناس عارفين اللي عندك في الوزارات منه اللي عندك في المنظمات منه اللي عندك في مؤسسات الدولة منه القاعد في كل حتة هو كاد الحزب الشيوعي يهبينه عبر واجهة جديدة أو واجهة مختلفة الناس عارفين يعني يعني أصلا ما في زول يمكن يقول لي أنا ما عارف والله أو أنا بفتكر إنه حزب الشيوعي ما مشارك في السلطة أو ما موجود على منصة الحكم هذه واضحة للناس بالتالي السيناريو ده حق 2018 يعني بداية الثورة والهجوم اللي كان بواجه المنموعة الحاكمة الآن بواجه الحزب الشيوعي يعني افتكر إنه الجقلبة الكثير من قيادات الحزب الشيوعي ومن المناصرين الليو ومن إعلام ومن غيره ما بتجديه يعني ما بتجديه يبقى في واقع الناس المفروض تقرى المشهد قراءة صح ولو في طريقة للمعالجة تعالج لأنه الهروب للأمام ده ما بيحل كثير ما بحل القضية الماسلة وده المشهد قدامنا وده المجموعة من الشباب اللي يجي يشوفون واحد واحد يمشوا يشوفون انتماؤهم شنو ويمشوا يغاضون لأنه التغاضي ده نفتكر إنه سلوك محترم وسلوك يعني يجب أن يحترم فاصل غصير وأن واصل يمكن برضو من التحولات الكبيرة جدا والشهدت الأحداث الأخيرة وخاصة يوم 19 ديسمبر كثير من المشهد كانت قدام القصر الجمهوري فيها لجوء للجيش فيها دعوات للجيش فيها مطالبات للجيش من شباب بشكل بذكرنا الأيام الأولى في الشعارة كانت ترفع الجيش جيش السودان الجيش مهاتي الشيزان الآن ترفع بشكل مختلف الجيش جيش السودان الجيش مهاتي جيش برهان يعني بقدر ما أنه فيه ناس معارضين الحزب الشفيعي وقاحت فيه ناس بيجيب عبروا عن موقف ضد القيادة العسكرية بمسيدة برهان ولكن في النهاية يكون التعويل للجيش في أي وقت كان التعويل على الجيش أنا فتكلم أنه ليس تعويلا مخيفا ولا مفزعا طالما أنه الجيش بيلقى احترام وبيلقى توقيره والناس ستلقى للجيش ودعم رطبيعي نشاهد ماذا هتف الشباب بماذا هتف الشباب أمام وصل الجمهور ثم نعود اشتركوا في القناة حامل حامل دمعين حامل حامل سجل حامل حامل ذاعيش خامل بان أخوążان خامل بانبعد حامل اوامل خامل حامل اوامل حامل يمكن الجيش جيش السودان الجيش ما جيش برهان ودي بترجعنا على انو فتعويل على الجيش فدعوات للجيش في احترام للجيش في اغرار واعتراف بدور الجيش البشير لما كان هو رئيس الجمهورية بالرغم من ان هو مشير في الجيش وبمسهل الجيش ولكن كان هو جزء من العملية السياسية بالتالي يترتب عليها كثير من الحاجات والتي ترتب عليها ان هو الان في سجن كوبر هو كغايد للجيش هذه لوحدها لكن هو في النهاية قدم نفسه كغايد سياسي قدم نفسه عملية سياسية بالتالي برهان هو جزء من عملية سياسية جزء من نسيغة دستورية وقعت بالتالي هو جزء من مشهد سياسي لذلك لما نشوف الناس يمشوا يهتفوا يقولوا الجيش جيش السودان الجيش ما جيش برهان ده شي طبيعي ده شي طبيعي بيحصل ودينا نفتكري إن شاء الله تقول رسالة للبرهان نفسه يفهم إنه جيش ده جيش السودان وإنه يفترض إنه يدعى عمل من هذا المنطلق كجيش جيش جيش يعني بعيد عن الأهواء السياسية وبعيد عن ممارسة العمل السياسي لأنه دائما عمل السياسي ده بيضعف وإحنا شفنا الفيديو قدر شو الناس هم في الغصر الجمهوري وبعولوا على جيشهم وبعولوا على غيادة الجيش إنه كان فيه يتحول يعني يتبناه الجيش ويسوق الجيش ويغود الجيش فدي حاجة برضو جزء من المتقايرات اللي كانت في المشهد اللي مضى يوم 19 ديسمبر وما بعده يعني فاصل غصير ونواصل من المشاهد البرضو أسارت الناس إنه مجموعة من الشباب في أحد الأماكن وفي أثناء التظاهرات والخروج والشارع مليان بالناس وكده هم بيهتفوا بيهتفوا ضد الأحزاب وبالأشخاص وبيسبتوا على إنه هذه المرة لن يعني لن تقود الأحزاب عرج الجماهير ولا ولا دماء الجماهير لن تطلع عليها ولن تتسلق للسلطة عبرها مشهد عادي في الشارع بيهتف بأسماء وضد أسماء بعبر عن موقف تبنوه مجموعة من الشباب نسبة لما رأوا من أحداثه ومن أفعال سياسية ومن ممارسات في الفترة السابعة نشاهد ماذا هتف الشباب في الشارع ثم نعود أحزاب سياسية يزغط بس باعوا القاضية يزغط بس نسغح تقرار يزغط بس عاشينا الدور يزغط بس أمجد فريد يزغط بس ياخد انجويد يزغط بس ساجس معيد يزغط بس بطل تطليل يزغط بس ساجس معيد يزغط بس بطل تطليل يزغط بس أمجد فريد يزغط بس ساجس معيد يزقون بس أحمد عميل يزقون بس سك القطير يزقون بس أعزب سياسية يزقون بس صح القاضية يزقون بس نصح تكرار يزقون بس عشي نزقون يمكن الهتاف وأغلب الهتاف وغالبية الهتاف ضد أشخاص يعني هم بيهتفوا بيقولين متفق عليه ضد إسماعيل التاج هو غياري في تجمع المهنيين وهو كان من الناس بيسمون سواقين بل خالع يعني زمان كان بيحكي للناس وبأفكار حالمة وأفكار مترفة وأفكار جميلة وأفكار أن السودان حيتغير ويتحولوا كده فبالتالي بيقى هو بيقى يعني بيقى يعني بوابة للسخرية من أفعاله من أعماله من حاجاته فبينده بيسم إسماعيل التاج ضده وأمجة فريد اللي هو الآن يشغل مستشار رئيس الوزراء وهو أيضا من الغيارات الكان مارقة في التظاهرات وفي الاعتصام وبعدها شغل الساحة الإعلامية وأحمد أمين وهو بيقول لنا زغحت كرور عايشين الدور وكل الأحزاب بوجه لها هجوم وده الجزء ونوع من أنواع التحول التحول الكبير جدا اللي طرأ على الساحة السياسية اللي هو بيقى ضد الكل ضد كل من هو الآن موجود في الحكم ده بورينا قدر شنون المشهد ماشي يتطور وانا بنحاول حنجرد في المشهد ما قبل وأثناء وماشيين وكل مرة اللي بتشعر إنه فعلا يوم 19 ديسمبر ده يوم ماشى متطور لحظة بلحظة بلحظة وكل مرة وكل لحظة هو علامة فارقة جدا في المشهد السياسي قد تترتب عليها وبنسبة كبيرة تترتب عليها حداث في مقبل الأيام فاصل غصير ونواصل في نفس الاتجاه يعني أكثر المشاهد والفيديوهات اللي تم تدولة بين الناس في وصائل التواصل الاجتماعي وفي غيره يعني مشهد تلفزيون السودان وهو بيغطي الأحداث من الميدان انت بتغطيها مباشرة في حديث عشوائي وتلقائي يعني بتستطلع فيه الناس بالتالي الناس بتعبر عن راية المشهد يمكن واحدة من الفتيات وهي يعني بتتلقف المايك وبيتعبر عن راية بتعبر عن نفسها بطريقة يمكن ساقة التلفزيون من قطع الإرسال دحالة من حالات القضب والثورة المكتومة يعني اللي بدأت تصهر في 19 ديسمبر نشاهد في الفيديو القادم يعني كيف يعني عبرت هذه الفتاة عن نفسها الليلة يومتز 11 ديسمبر الليلة يومتز 11 ديسمبر انحنا ما طلعنا ما طلعنا عشان تصح مسار انحنا ثورتنا في مسارها صحيح منحرف انحنا جاين عشان نأكد على مطالبنا عشان تسقط الحكومة الانتقالية الما جابت لنا حقوبنا للآن وتسقط الشراكة الانتقالية وتسقط الحكومة الانتقالية أن ما قابت لنا ثورتنا ويسقط حمدوك ويسقط حمدار ويسقط كل الجنجوي المشهد أن الفتاة بدأت تتكلم بحرقة وبزعل وبغضب عن أنها هي الهدف من هذا الخروج ومن هذا التظاهر ومن هذه المسيرة هو إصغاط الحكومة الانتقالية وقالتها بالاسم يعني نحن تعالعين ضد حمدوك يسقط حمدوك ويسقط حمدان ويسقط الجنجوي وتسقط الحكومة الانتقالية وتسقط الشراكة ده بيقى التعبير بتاع القطب اللي هو يعني بيقى بيقى في روح الناس وده مكي شهدناه في كتير من المشاهد اللي نحن بسيناه ونحن بنستعرض ما حدث في 19 ديسمبر من تطورات يعني في الساحة السياسية في النهاية اضطر التلفزيون الغومي أنه يقطع البس يعني لأن البس ضد الحكومة بشكل مباشر ضد رئيس الوزراء ضد نائب رئيس المجلس السياسة ضد الشراكة بشكل الكامل بالتالي هي شكلت إحراج وشكلت حالة من حالات القضب اللي بيزعب لتلفزيون رسمي أو تلفزيون دولة إنه يتكبلها أو يتعامل معها بالشكل المطلوب يعني إنه مازل بتبقى خارج عن الخطة التحريري أو خطة البس المطلوبة حتى ولو تلفزيون السودان اتهت في إنه يقدم عملية تقاطية يعني محايدة تقاطية تنقل نبض الشارع فبالتالي لا يستطيع إنه يعني يقدر إنه يعني يتحمل تبعات الغضب الكبيرة اللي بدوا يعبره عنه ناس بشكل أو بآخر باصل غصير ونواصل في آخر يمكن متابعاتنا ومشاهداتنا ونحن بنحاول نجرد الحدث السياسي البارز اللي عبر في الأيام السابقة قبل وأثناء وبعد 19 ديسمبر يمكن اللافت إنه بعض الحوادث المؤسفة يعني البدت تحصل دائما واللي هي مرتبطة بالضحف والهشاشة الأمنية حدثين بعيدات من بعض في شكلين وفي تركيبتهم ولكن بترسل إشارة واحدة إنه هناك ضحف في الأمن وهناك هشاشة هناك صغارات كبيرة جدا يعني بتصهر عبرها كثير من الظواهر السالبة والظواهر الثيئة والغير إيجابية اللي بتترتب عليها كثير من الحاجات يمكن حدث مؤسف جدا إنه وفد من قيادة العدل والمساواة وهو ماشي في ولاية غرب دارفور آمن مطمئن وفد جا وصل خرطوم لاستقبال القائد جبريل إبراهيم وبعد الرجوع بشكل طبيعي هم راجعين لمناطقهم تعرض الوفد لكمين يعني راح ضحيته أكثر من ستة أشخاص من قيادات أو من كوادر الحركة ندعو الله لهم الرحمة والمغفرة ولكن دي بتنزل بكارثة وبخطر كبير إنه الخلل الأمني كبير وما زال الوضع يعني فيها شاشة بالقة يحتاج إن الناس تنظر الأمور بشكل مختلف يمكن الحادثة دي وهي بتحدث في وسط دارفور أو غرب دارفور بتحدث في الخرطوم حادثة أخرى بشكل مختلف ولكن برضو تنزل بكارثة كبيرة جدا جدا ونحن نتابع الليلة في الانتباهة إنه يعني عربة داخلية مواصلات داخلية بيوقفوها عصابة يعني بعض الشبابة والصبية هم راقبين في الحافلة والحافلة متجهة من سوق صابرين إلى إسكان البشير وعلمتنا هؤلاء الشباب وركاب يعني كلهم آمينين وطمئنين ماشيين بيوتهم معهم وامتعتهم ومعهم حاجاتهم ففي وسط الطريق إلى إسكان البشير بينزل الشباب بوقف الحافلة وبينهبوا الركاب بالمطاوي والسكاكين والأصلحة البيضاء بينهبوا الركاب وبينهبوا تلفونات والأموال وكده وبيفروا هاربين حدث في دارفور وحدث في الخرطوم مشابهات في نفس الشكل بس داك فيه أرواح أسهقت وده فيه أموال يعني نهبت بالتالي دي حالة من حالات الانهيار الأمني والهشاجة والانحطاط والأمر اللي بيبعث بالخوف في النفوس أنه الأوضاع الأمنية غير مستتبعة نحن بنعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية وسياسية بالغة التعزيم ومعها ظروف أمنية أيضا أصبحت بالغة التعقيد دا أمري بيستدعي الناس أنها تنتبه وبدون غسل حجر الخطر يمكن في نفس الزاوية أنه ومكافأة لخروج 19 ديسمبر والمطالبات بالإصلاح المعيشي والإصلاح الحياتي وإصلاح حياة الناس بنجد أن الحكومة ترود على الشعب السوداني بغرارات غريبة جدا جدا أمس وهي بزيادة أزعار الوغود أو تحريرها بشكل كامل كان هناك أزعار مدعومة بشكل بسيط ولكن كانت موجودة والناس كانوا يصطفوا فيها أنه يتحصل على وغود بسعر أغل أمس طلع قرار من وزارة الطاقة بتكفيف محطات الوغود ومن ثم إنزال أزعار جديدة للمواطن الزعار الجديدة للأسف ودي مكافأة أنا أفتكرة سميتها مكافأة 19 ديسمبر أو مكافأة مطالب الشعب السوداني بحياة أفضل إنه يغاف الوغود المدعوم وتغيير سعر لتر البنزين إلى 121 جنيه يعني الجالوم بتاع البنزين أصبح بواقع كم؟ بواقع 544 إلى 545 جنيه ده من 250 مدعوم الآن بيقى 545 جنيه سعر موحد ما في حاجة سعر مدعوم كذلك سعر الجازولين الليتر أصبح بـ 112 جنيه أو بواقع 504 جنيه لسعر الجالون الجازولين ما في سعر مدعوم في السوق ده بترتب عليه وضع جديد بترتب عليه وزعار جديدة بترتب عليه تفاصيل ضاقطة جديدة حياتية جديدة ده غير الحاجات التي نسمع بها هنا وهناك عن زيادة في سعر الدولار الجملكة وغيرة وغيرة وبالتالي أنا أفتكري أن الأمور ستمشي في تعزم إذا مشت في هذه الطريقة وفي الواقع فعليا تم تحديد السعر تثبيته وأصبح واقع هذا السعر أصبح واقعا للناس في المحطات الوقود الآن ما في سعر مدعوم بالمبلغ القديم ومع ذلك أنا أرجو أن إن شاء الله يكون في توفرة إن شاء الله تكون في وفرة مع هذه الغلاء ومع هذا الضغط ومع هذه الصعوبات نتمنى أن يكون في وفرة وأنا أستبعد أن تكون في وفرة للأسف فده الواقع الآن في السودان للأسف نحن نقوله بالشكل ولكن ده الواقع الحكومة ما منتبهة ما حريصة حساسية ضعيفة جدا بمتطلبات الشعب والمواطن وكل يوم بتصدر وتخرج في غرارات ما عندها علاقة بحياة الناس ولا بمعاشهم ولا براحتهم ولا بتخفيف عليهم شاهدنا كثير من كلامهم أنه ما حنرفع الدعم ما حنرفع بدهم مشاورة الشعب شفنا كلام عاطفي كثير لكن حقيقة فعليا ما كان في حاجة بتثبيت الكلامنا مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا اليوم حتى جديد الملتقى في أمان الله السلام عليكم